اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد العلى نايب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من مزايا استثمارية جاذبة استقطبت العديد من الاستثمارات التي نسعى لمواصلة زيادتها بما يواصل من عجلة التنمية الاقتصادية للوصول الى الاهداف التنموية المنشودة واشار سموه وحفظه الله لدى لقائه بقصر الاقتصادية اليوم السيد يوسف علي رئيس مجلس ادارة مجموعة لولو الى ما يحظى به قطاع التجزئة من اهمية خصوصا مع التنامي الملحوظ الذي يحققه مشددا على اهمية مواصلة توفير كافة التسهيلات للقطاع التجاري بما من شأنه رفض حركة النمو في هذا القطاع الحيوي في المملكة من جانبه اعرب السيد يوسف علي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الاعلى نايب الاول رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء ولما يليه سموه من اهتمام بتطوير بيئة الاعمال والاستثمار في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر